لكن كمان من الرسائل خلينا نقول مهمة جدا اللي الرئيس تكلم عليها وبيبعث بيها لكل دول العالم هي فكرة ان احنا عندنا في مصر 9 مليون ضيف او 9 مليون لاجئ او 9 مليون مواطن نزح وترك بلده نتيجة الازمة اللي بتمر بيها بلده رئيس النهاردة بيتكلم على فكرة انه طبعا بيتمنى الاستقرار لهذه الدول وانه يكون اوضاعها افضل ولكن قال ان مصر هتواجه بكل طرق فكرة عدم الاستقرار وكمان دائما هتسعى نهاية تكون مصدر امن وامان مش بس للمصريين لكن كمان لكل ضيوفنا ولكل اللاجئين المتواجدين عندنا في الاراضي المصرية الرسالة دي موجهة لكل الشعوب الموجودة على ارض مصر وكمان لكل العالم اللي بتأكد على ان مصر هي ما بتعاملش مرة تاني بنقول اللاجئين باي شكل من الاشكال التي تسيء اليهم بل بالعكس بتتعامل معاهم بكل احترام وانه هم ضيوف عندنا في مصر ولا تتاجر بهذا الملف زي ما قلنا كذا مرة ان اكتر من دولة مستضيفة للاجئين بتاجر بالملف ده بشكل كبير كمان اتكلم على جولته في افريقيا وشرح للطلبة والكل اللي كانوا موجودين النهاردة في الاكديمية ما هو تجمع الكوميسا الكوميسا هو تجمع اقتصادي في القارة الافريقية بهدف ان هو يحصل تبادل تجاري بشكل حر ومصر كانت بترأس هذا التجمع خلال الفترة اللي فاتت لحوالي سنتين وفي الفترة دي مصر اشتغلت بشكل كبير قوي على اتفاقية التجارة الحرة ما بين دول قارة افريقيا وقال ان يعني الرئيس ذكر واكد ان عملية يعني الوصول للشكل النهائي لهذه الاتفاقية متوقف على توقيع تلت دول فقط في القارة الافريقية فاحنا منتكلم طبعا في تقدم ملحوظ في هذا الموضوع واذا شايفين ازاي مصر اللعبة الدور مهم ايضا في تجمع الكوميسا واكد على طبعا قد ايه الزيارة دي كانت مهمة وان الرئيس انتهى فرصة ان هو يكون متواجد في هذه المنطقة فيزور اكتر من دولة والبعض منهم كان لأول مرة بيزوروا رئيس مصر